اشفى فيكم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام كنت في اسطيف وزرت اسطيف جاءت لكم بعض الصور من بارك مور فقط واحد الصور صغيرة هكذا للذكرى فقط اذا احبائي كما ترى في هذه التعليقات ان ام عبد النور اليوم بهدت بيها بهدتني وقالت لي كلام ما شاء الله رب يحفظها ام عبد النور بجزاها كل خير اليوم فقط هي عامة live كنت انا شفت ودخلت في تعليق شكرتها وشكرت قناتها بكل طواضع عرض تلية وقالت لي ابو ساجد انا نعط قناتك ووصفاتك ما شاء الله هذه بعض تعليقات من المشتركات اللي عند ام عبد النور ودخلوا عندي هنا وكتبوا لي كلمات طيبة هذه قلت يعني كان في بات مباشر وانا شكرت قناتها وشكرتها هي على الجهة اللي تبدل فيه وعطى وضعتها وكلامها الطيب بسم الله ما شاء الله ام عبد النور يعني فتح قنات وقنات هقمة بسم الله ما شاء الله قنات كبيرة والله يبارك فيها مشتركين كبار وبزاف يعني وكل هم مشتركين يحبوها يموتوا عليها ام عبد النور دخل كل قلوب الجزائريين يعني اللي ما يعرفش قناتة ام عبد النور نقول له راح عمرك قصار وهذا تعليقات تاني كما كبتشوفو هنا عجبتني ام عبد النور كي قالت نعرف قناتك وصفاتك روعة وقالت يالله اروحو بهدلاتك وما نقصدش تباه ديلا تعصح نقصد الكلمة المشهورة اللي تقولها ربي يحفظك هي الكلمة هذه تباهدلتني او تباهدلتني او بهدلتبية كما نقولو هنا في كل وصفة فيها مقادير فيها كيف التحضير روح اشوفوا بعضنا كيف التحضير مقادير روح نشوفو يالله روح نشوفو هذي كلمات مشهورة في قناتي يعني منذ ان فتحت القنات وهذي كلمات عندي ما تنحتش بالرغم كان تعليق جاني او زوج قالوا نحاها واكتر اكتر تعليقات محبوش اني نحاها وكل يحبوها واحد منهم تعليق قال لي انا تقلقني بتوجع لي راسي نحاها ايضا انا نشوف الاغدابية هم عايش بتهم وانا نخليها قلت ام عبد النور في الليف تيها قالت باللي نعفك ابو ساجد وكلمتك مشهورة يالله يالله نروحوا اذا بعض المشاركات عندها سمعوا الكلمة وسمعوا اسمي دخلوا عندي اشتركوا في القناة وتحطوا لي التعليقات رب يحفظهم وربي بارك فيهم نروحوا دايما هنا نشوفوا زيارة بارك مول في الصيف ونتقدموا على ام عبد النور ام عبد النور عندها وصفات بسم الله ما شاء الله انسانة متخلقها متواضعة متربية لا توسيء لأحد تحط وصفتها وجي خارجها تتكلم بالمنطقة تتكلم بالتواضع وهذا الشي اللي حابب فيها جمهورها كذلك يعني حتى يعني نعرف بعض الاخوات يعني عندهم مشتركين في قناتها قالوا لي نحبوها نموتوا عليها نموتوا عليها ربي بارك فيها وربي يحفظ يديها ان شاء الله لتحط في الوصفات ولا اروع ولا اروع حتى في قضية الزبدة لما عملت الزبدة وقالت ضعفت الزبدة ونجحت لي ونشوف يعني معها باش نعمل صبلي لما عملت صبلي قدتك مهوش الليح وعملت المبسة لما غدوة خرجت فيديو كامل تراجعت على الزبدة هذه وقالت الزبدة دي ما تصلحش ومش هنجح وهذا اذا تكسبت مصداقية وكذلك الجمهور تحبها بزعف ربي يحفظها ويتبتها ويبارك فيها هنا اروحه فقط يعني نتكلم مع بعض التعليقات الموسيئة لبعض القنوات منهم هنا يعني لما تجيك تعليق يعني سلبي وسيء ومش تتربية يعني هنا توقف عنده ولازم تتكلم انا ما نتكلمش عن تعليقات سلبية لتنتقد الوصفة من حقهم ينتقدوا الوصفة ولكن انك تدخل وتدعي على صاحب الوصفة او تشتم او تسب او تقول كلام جارح فهذا خط احمر بعض التعليقات منها قلت فاتوكي بي فاتوكي بي اتونت غافاي وروح انفخد البنو ودير الميكانيك اختيك من خدمة خطياتك يعني هذا كلام منطقي ما نظنش كان كلام منطقي الكلام المنطقي لما تدخلي انت رايش و تقولي له مش كمرا باش تدير في الطبخ وروح انفخ الوض وروح اخدم الميكانيك انا اشهر طبخيين واشهر حلواجيين هم رجال في العالم كامل وبشهادة الجميع حتى بالنساء يشهدوا بشيدة وانا هذا تخصص تياعي يعني تخصص فيه و30 سنة وانا اعمل في هذا المجاة جي انتي يعني تحطميني بتعليقاتك مستحي تحطميني الانسان يكسر الخواطر بإذن الله ان شاء الله سيجي نهاره ويربي يكسر لك خاطرك مكنش كما الانسان يجبر الخواطر ويقول كلمة نظيفة كلمة طيبة بعض تعليقات والله تشتم مائز منها تعليقات تسب وتشتم مرة تعليق كذلك قلت لي رح شوف حالتك وشوف وجاك تخدم وعمل في رحك حاله يعني صدقوني صدقوني يعني المرأة او البنت هذه اللي عندها جرأة وتحط تعليق كما هذا الراجل كبير يعني ما نقولش نقول يعني ممكن قانوة اخرى كان مرأة غير من المرأة اما مرأة غير من الراجل يعني مكنش نتصورها صدقوني مكنش نتصورها ولكن معلش تقبلنا هذا الشي وقلنا مدام احنا دخلنا في هذا المجال ووصلنا رواحنا لمواقع تواصل من حقهم ينتقدوا اما مش من حقهم انهم يشتموا ويسبوا ويكسروا الخاطر انا شوف تعليقات عند قانوة اخرى كذلك والله العظيم تشمائز منها القلوب صدقوني تشمائز منها القلوب انا الحمد لله عكس قانوة اخرى يعني قناتي 99% تعليقات ايجابية سبحان الله ربك يقولك واحدة يا بابا اخذوك يا عمو اخذوك يا با انا والله نفرح نكون سعيد جدا 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 بهذه التعليقات والكلام الطيب انا اقولكم انتم بنيتي وانتم اخواتي وانتم بناتي وبنات بلادي احنا كننهزوش ولد بلادنا وبنت بلادنا كننهزو شوفوا الاوروبيين شوفوا الخارجيين كيف يرفعوا مقام اصحاب قانوات تعولات بلادهم الا احنا في الجزائر كل من انسان يعمل قانات ويعمل يعني محتوى ده بأس به الا وتجد يعني الناس بالمخال بتاهم يخرجوا فيها شوفت انا بعض بعض المحتويات يعني قانوات تعني قانوات تافحة صدقوني ما فيها حتى يعني تنظر لها وتخزر معها تبقى معها حتى دقيقة ولكن تلقي الناس يمدحوا وتلقي مشترك يمدحوا والله تعجبت تعجبت الحمد للعالمين انا اتكلمت على ام عبد النور ودخلت على التعليقات السلبية فقط هذه كي نوضحوا الامور ام عبد النور مبهدتني مبهدتني على الكلمة يالله الرحو رب يحفظها ام عبد النور ورب يجزاها كل خير ان شاء الله ورب يتبتها ورب يزقها لا تتمنى امرأة طيبة امرأة تحسن الغير امرأة تكلمت كلمة خبيتة حتى ردودها ما شاء الله وهي احسن دليل لانها تعمل لتواصل مع المشتركين مباشرة وهذا يعني يحتسب لها ان شاء الله بارك الله فيك معني صغار ومشاهدة هذه هي الصيف اللي زرتها وكانت وضع اروع وانا اعشق الصيف نضافة الناس متربية الناس متخلقة يعني كنقول الناس متربية متخلقة يعني كان الناس سلبيين والناس ايجابيين في كل مكان وكان مليحوا الدنيا في كل مكان في كل ولاية وفي كل بلد ما احنا منقولوش يعني انه هذك الولاية في هنس قباح لا كي تيجا الناس قباح تيجا الناس نسملاح حكدا انا شفت صيف يعني صدقوني ما خالطش فيها بزاف يعني ولكن زرتها قبل سابقا في 85 جوز العسكر تيجي تمنا زرتها كم من مرة وضك بنت تيجي تمسة سأروح نزورها نرتاح نفسيين كي نزورها نرتاح نفسيين ولا اروع ولا اروع ولا اروع احبائي ان شاء الله انتمنى تكونوا هذا الفيديو عجبكم تلقاطات فقط يعني من زيارة الاصطيف وكلمات يعني فيما يخص يعني تعليقات سلبية او كلمات كنت وجهتها لأختي او بنتي ام عبد النور عندي كلمة فقط للقنوات الصغيرة المبتدئة نقولها مبتئة سوش وانشالله يا ربي انكم تنجحوا في قنواتكم ولكن تكون مصداقية فقط يعني او وصفة عملتها ناجحة قوي ناجحة مش ناجحة هكذا احتكس بالمشتركين وهذا هو الصح وركزوا على الصورة المصغرة ركزوا على الصورة المصغرة لانها هي الاساس واذا قلتوا الدعم عن القنوات يعني مش مشكلة ولكن نقولكم ونعودها الدعم مبقاش يمشي لك الدعم مبقاش الناس مبقاش يشتركوا في القنوات جرتها انا عدة مرات وحتى اني في قناتتي دعمت بعض الناس يعني وقنواتها ما ترفعتش يعني هنا وصلنا العين فوارة ويقولوا الناس طيف يعني اللي يزور عين فوارة او شر منها يرجع لها هذه الكلمة يعني خرافية ولكن كتشوف روحك تروح لها دعمل تصدقها جيت هنا وشربت من عين فوارة في الخمس وثمينية ورجعت لها عدة مرات وعودت هنا اليوم زيت شربت منها ثلاثة مرات وان شاء الله هنزيد نرجع للصطيف مرة اخرى عين فوارة مكان بسم الله ما شاء الله مكان في القمة اضافة الناس محترمين مكان ولا ارواع حاولت نعطيك مقتطفات فقط من هذا المكان كما كم تشوفوا هنا أنا قاعد نصور شوفوا يعني هذه الضوء في وراء يعني ماء من عند ربي عز وجل يعني يخرج هذا الماء جدا سنوات 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 ومحبس انا منعرفش تاريخ تاريخها بالضبط ولكن انا انذكر من 85 زرت ستيف وهذا الماء يمشي فيها ناس ستيف يعرفوا شوفوا الحمام باسم الله ما شاء الله قال امان وهنا شفت معرض ينبهوا على خطورة الغاز في البيوت دخلت صورت شوية وشفت وكان نصائح اعطوها للناس يعني عجل الغاز تسرب الغاز في البيوت وكل عام يعني يحصل مئات او عشرات من الموتى في غفلة في حين من غفلة تترك الغاز تيارك يمشي كان يما كان في قديم الزمان هناك انسان عاش ومات يعني انتبهوا ان شاء الله انا عجبتني هذه الحاملة بتوعية عجبتني بزا في الصيف تولهوا فقط ترضي باكم اشتاء هوجاء والبرد روجاء راح تشعلوا الفرن وتعكم وانسان دايما يحتاط دايما يحتاط هكذا نكون معكم الفيديو ورحت هنا خرجت مباشرة الترومواي كما تشوفوا بسم الله ما شاء الله وكانني في وربا هوجات ترومواي تعنا ولا ارواع ولا ارواع يعني ترك فيه براحة هانئة وكان لكم في المانيا صدقوني يعني اعجبني ما شاء الله وحتى الساعة يعني هابط هابط يعني 4000 توجه بيه وانتحب بنته استيف كما دورها ب 4000 انا اتوجهت لسان تيفي واني محاطة السيارات لقيت مصلى هذه مخيم اجبتني بس ما شاء الله وصورتها مصلى يعني شكل مخيم انتمنى ان شاء الله تتطبق في كل ولاية اذا ما كانش يعني مصلى في محاطة السيارات انتمنى ان شاء الله تتطبق في كل ولاية اذا انا حبائي نخليكم هنا بقولكم سلام عليكم انتهت زيارتي بالصطيف انتمنى لكم ان شاء الله تزوروها وربي اتبتنا وربي بارك فيكم ويعطيك متمنى ان شاء الله والسلام عليكم ان شاء الله في بلوغ اخر او زيارة ولاية اخرى او وصفة اخر ان شاء الله سلام عليكم